اشتركوا في القناة تنتمي للفترة الف وبي جيم ده عدد احد قيم سين ينتمي الالف وبي فان تكامل الدلة دالسين من الف الى ب يمكن ان يكتب على شكل مجموع تكاملين من الف الى جيم زائد من جيم الى ب الشرط الوحيد عندي ان الدلة تكون متصلة رقم اتنين تكامل من الف لبي دالسين بالنسبة لسين يساوي سالب تكامل من به لالف دالسين بالنسبة لسين انا لو بدلت تحدود التكامل هتتغير اشارة التكامل ليه مستر لان انتو فاكرين تكامل دالسين من الف لبيه هو تهل به ناقص تهل لالف طب انت لو بدلت حدود التكامل هيبقى تهل لالف ناقص تهل به فاتغيرت الاشارة طيب تكامل دالسين اي دلة يعني من الف الى الف من الف الى الف من 3 الى 3 من اربعة الى اربعة بكامب صفر لانه هيبقته لالف نقصته لالف قيمته كامب صفر. ناخد بالنا من اخر الخاص اللي جاية دي رقم تلاتة. لو عندي دال دالة متصلة وفردية. فكرنا يا مصر بالدالة الفردية. الدالة الفردية يا شباب امتى نقول عن دالة انها دالة فردية? الدالة فردية لو من الرسم البياني بتاعها تكون متمثلة حول نقطة الاصل. يعني دي كده دالة فردية. او ان تكون الدالة طبعا مجالها متماثل بالنسبة للصفر. يعني كل عدد سالب موجود موجبه وكل عدد موجب موجود سالبه. ويكون دالة سالب سين تساوي سالب دالة سين. دي كده اسمها دالة فردية. بيقول لي لو انت جبت تكامل من سالب الف. الى الف. جبت تكامل هذه الدالة لازم يطلع بكان بصفر. بس امتى لو الدالة مالها فردية. طيب لو الدالة بتاعتنا زوجية في الفترة من صفر الالف. معلش فكرنا بالدالة الزوجية? احنا قلنا دي الدالة الفردية. طب فين الدالة الزوجية? الدالة الزوجية لو رسمها البياني تكون متمثلة حول محور الصلاة. اهي زي دي. دي دالة زوجية. ويكون دالة سالب سين بتساوي دالة سين لو عايزين نعرفها. تكامل من سالب الف الى الف. ده عبارة عن اتنين من صفر الالف. اتنين من صفر الالف. وايضا اتنين من سالب الف الى صفر. ده السين. تعالوا نشوف تمرين على هذه الخواصة. اول سؤال بيقول لي اذا كانت كل من دال وره دالة متصلة علىها. وتكامل دالة سين من اتنين الاربعة يسوي سبعة. وتكامل ره للسين من اربعة الاتنين يسوي اتنين. فان تكامل مطلوب مني تكامل اتنين الاربعة. اتنين في دال سين. ناقص تلاتة في ره للسين. ناقص خمسة بالنسبة للسين. احنا عارفين ان تكامل المجموع مجموع التكاملات. يعني انا اقدر اقول ان ده تكامل من اتنين الاربعة. اتنين دالة سين بالنسبة للسين. ناقص تكامل من اتنين الاربعة. تلاتة ره للسين بالنسبة للسين. ناقص تكامل من اتنين الاربعة. خمسة بالنسبة للسين. من انخوص التكامل لو ثابت مضروبة اقدر تلاعوا برا. يعني ده عبارة عن 2 مضروبة فيه تكامل من 2 ال4 دالت سين بالنسبة لسين. ناقص. وكذلك 3 مضروبة في تكامل من 2 ال4 رهل السين بالنسبة لسين. ناقص هكامل الخمسة. خمسة سين. بس من 2 إلى 4 إذن ده يساوي 2 ده السين مش عندي عشان أكملها بس خد بالك من المعطيات فوق كده مديك إيه تكامل ده السين من 2 إلى 4 ب7 يعني أنت هتعود بس يعني ده 7 ناقص 3 فيه أنا محتاج تكامل رهل السين من 2 إلى 4 هو مديني تكامل رهل السين من 4 إلى 2 بكام ب2 طب أنا عايز من 2 إلى 4 هفكروني كده في الخاص اللي قلناها لما نبدل حدود التكامل إيه اللي يحصل نغير إشارة يبقى تكامل من 2 إلى 4 بسالب 2 يبقى ده كده فيه سالب 2 ناقص طبعا بنعود بالحد العلوي يبقى 20 ناقص 10 إذن القيمة أدي 14 زائد 6 وده يديني سالب 10 قيمة الإجابة بتاعتي تساوي كام 10 يبقى إجابتنا هي فقرة جيم تعالوا نشوف سؤال آخر على خاص تكامل المحدد بيقول لي إذا كانت دالة دالة متصلة على حاها وتكامل من سالب 1 لتلاتة دالسين بالنسبة لسين بسبعة وتكامل دالسين يعني نفس الدالة من 5 إلى 3 بسالب 11 فإن تكامل من سالب 1 إلى 5 الخاصية اللي أخدناها أنا عايز تكامل من سالب 1 إلى 5 دالسين بالنسبة لسين بس أنا ما عنديش الدالة عشان أكاملها ولكن عندي هنا من سالب 1 إلى 3 ومن 5 إلى 3 يبقى في وسطة بينهم هي 3 حجزة يبقى من سالب 1 إلى 3 دالسين بالنسبة لسين زائد تكامل من 3 إلى 5 دالسين بالنسبة لسين خواص التكامل اللي احنا قلنا تكامل من ألف إلى بيه يساوي تكامل من ألف إلى جيم زائد تكامل من جيم إلى بيه هو ده اللي أنا استخدمته تعال كده نشوف إيه اللي عندنا وإيه اللي هنجيبه إزاي من سالب 1 لتلاتة دالسين بالنسبة لسين هو قال إنها بسبعة يبقى دي قيمتها سبعة طيب من 3 إلى 5 هو مدهاني لا مديني من 5 إلى 3 يبقى أنا هبدل حدود التكامل طيب لما بدل حدود التكامل إيه اللي يحصل لقيمة التكامل تتغير إشارته إذا كان من 5 إلى 3 بسالب 11 فإن من 3 إلى 5 يساوي كامل 11 وبالتالي مجموعة دا يساوي 18 وهي دي القيمة ونقدر نمثلها على خط الأعداد زي ما هنعرف بعد كده قدي عندي من سالب 1 إلى 3 ومن 3 إلى 5 من سالب 1 إلى 5 من سالب 1 إلى 3 هو قال ده بسبعة طب قال لي من 5 3 بسالب 11 لا أنا عايز من 3 إلى 5 تبقى ب11 إذن من سالب 1 إلى 5 تساوي ده زي الدقي تساوي 18 نشوف مثال آخر بيقول لي إذا كانت دال دالة زوجية خد بالك من كلمة زوجية طب تعالوا نفتكر قلنا إيه عن تكامل الدالة الزوجية المحدد يعني تكامل من سالب 1 إلى 1 دال سين بالنسبة لسين ده بيساوي 2 من صفر للألف دال سين بالنسبة لسين أو 2 من سالب ألف لصفر دال سين بالنسبة لسين ده لو الدالة زوجية طب تعالوا شوف بقى كده بيقول لي وكان أو حيث تكامل من سالب 2 إلى 2 تكامل من سالب 2 إلى 2 ألف زائد دال سين بالنسبة لسين ده يساوي 15 وتكامل من صفر لسالب 2 دال سين بالنسبة لسين ده يساوي ألف فإن قيمة ألف ماذا تساوي يعني أنا عايز أطلع بمعادلة فيها ألف مجهول فعايز لمعادلة عشان نعرف أجيب قيمة ألف تكامل المجموع مجموعة تكاملات فأنا بالتالي هقول ده تكامل من سالب 2 إلى 2 ألف بالنسبة لسين زائد تكامل من سالب 2 إلى 2 ده السين بالنسبة لسين ده بيساوي 15 تكامل الألف الألف ده ثابت يبقى ألف سين من سالب 2 إلى 2 زائد تعال هنا بقى من سالب 2 إلى 2 مش عندي ده أنا عندي من صفر لسالب 2 نفكر ما هو قال الدلة دي زوجية وطالما الدلة زوجية يبقى أنا عندي هذا التكامل من سالب 2 إلى 2 يعتبر 2 في تكامل إما من صفر إلى 2 أو من سالب 2 إلى صفر ده لسين ده بـ 15 جميل تعالك ده أكمل معي هنعوض هنا باللي فوق يبقى 2 ألف ناقص ناقص 2 ألف أي زائد 2 ألف زائد 2 مضروبة فيه أنا دلوقتي عايز تكامل من سالب 2 إلى صفر هو مديني من صفر لسالب 2 بألف لما أنا بدل حدود التكامل اللي يحصل من غير إشارة يبقى ده سالب ألف ده بيساوي 15 طلعنا بمعادلة فيها ألف 2 ألف و2 ألف قد 4 ألف ناقص 2 ألف بتساوي 15 إذن 2 ألف بـ 15 طب أنا عايز قيمة ألف يبقى أسم 15 على 2 إذن ألف تساوي 7 وخمسة من عشرة الإجابة فقرة دال نشوف مع بعض سؤال آخر كده بيقول لي إذا كانت دال دالة متصلة بس المرات دالة مالها فردية وكان تكامل من سالب 6 إلى 4 دال سين بالنسبة لسين يساوي سالب 3 وتكامل من صفر إلى 6 دال سين بالنسبة لسين بـ 11 فعايز تكامل من صفر إلى 4 طب نفتكر مع بعض كده الدالة الفردية إيه وضعها آه ده تكامل الدالة الفردية من سالب ألف لألف دال سين بالنسبة لسين ده بيساوي 0 طب انت عندك هنا أنا شايف سالب 6 و 6 فأنا كده استفدت إن تكامل من سالب 6 إلى 6 دال سين بالنسبة لسين ده أكيد بـ 0 طيب الدالة متصلة يبقى أنا أقدر أقول من سالب 6 لـ 0 زائد تكامل من سفر إلى 6 ده كده برضو بيساوي 0 انت تعرف مين من سفر إلى 6 قيمتها كام 11 يبقى أنا عندي تكامل من سالب 6 إلى 0 دالسين بالنسبة لسين زائد 11 بيساوي 0 من هنا أعرف إن تكامل من سالب 6 إلى 0 دالة سين بالنسبة لسين ده يساوي سالب 11 بس يا مصر احنا مش عايزين من سالب 6 إلى 0 ولا من سفر إلى سالب 6 ده احنا عايزين من سفر إلى 4 طيب وعندنا إيه كمان عندنا من سالب 6 إلى 4 فبقوله بما أن تكامل من سالب 6 إلى 4 دالسين بالنسبة لسين يساوي سالب 3 إذن ده يعتبر تكامل من سالب 6 إلى 0 زائد تكامل من سفر إلى 4 وده اللي أنا عايزه ده كده بسالب 3 من سالب 6 لصفر جبناها كان بسالب 11 يبقى ده سالب 11 زائد من سفر إلى 4 دالسين بالنسبة لسين بسالب 3 إذن تكامل من سفر إلى 4 دالسين بالنسبة لسين يساوي سالب 3 زائد 11 وبالتالي الإجابة تساوي 8 نشوف مع بعض مثال آخر بيقول لي إذا كانت كل من كافل سين ورهل سين دالتين مالهم هما مشتقة عكسية لدالة واحدة هي دالسين آه يعني إيه دول مشتقة عكسية للدالة دال بحيث كانت إحنا عارفين إلا لما بنكامل دالة بيطلع فيها ثابت وبتيجي عائلة من الدوال دول اتنين من العيلة بتاعت الدالة دال كاف وره دول اتنين من العيلة الميزة اللي فيهم الصفة اللي بتجمع بينهم أن الفرق بينهما دائما عدد ثابت الاختلاف بينهم في الثابت بس وبالتالي لما يجي يقول لي كاف وره مشتقة عكسية لدالة واحدة يبقى أنا على طول عرفت إن كاف للسين كاف للسين ناقص ره للسين يساوي عدد ثابت وليكن اسمه جيم فجاي بيقول لي إذا كان تكامل من صفر السبعة كاف للسين ناقص ره للسين بالنسبة للسين يساوي 28 فعايز هذا التكامل أنا عايز أستفيد من المعطة ده الفرق بتاعت دول دايما ثابت يبقى معنى ذلك بما أن تكامل من صفر السبعة كاف للسين ناقص ره للسين بالنسبة للمتغير سين ده بيساوي 28 يبقى إذن تكامل الجيم لأن إحنا اتفقنا طالما دول كل منهم مشتقع سيال دالة واحدة يبقى الفرق ثابت يبقى تكامل جيم من صفر السبعة بالنسبة لسين ده بيساوي 28 نكامل ده ثابت يبقى جيم سين من صفر إلى سبعة ده بيساوي 28 عوض بالحد العلوي يبقى سبعة جيم ناقص عوض بالحد السفل يبقى سفر بـ 28 إذن ما قيمة جيم جيم بتساوي 28 على السبعة تديني كامل أربعة بس يا مستر هو مش طالب جيم ده هو طالب تكامل آه تكامل من واحد لخمسة سين فيه كاف للسين ما قصره لسين طب ما أنا جبت كاف للسين ما قصره لسين بجيم وجيم بكم أربعة يبقى أنت عايز تكامل من واحد لخمسة سين فيه أربعة قيمة ده بتساوي أربعة بالنسبة لسين يعني أنا بكامل من واحد إلى خمسة أربعة سين بالنسبة لسين تكامل عادي جدا هنكامل هنزود على القصة واحد ونقسم على القصة الجديدة يبقى اتنين سين تربيع بس من واحد إلى خمسة عوض باللي فوق خمسة وعشرين في اتنين ادي خمسين ناقص اتنين قيمة الإجابة تمانية واربعين يبقى اجابتنا هي تمانية واربعين ناخد بالنا من حكاية المشتقة العكسية اللي هي بتعتبر عائلة من الدوال وبالتالي الفرق بينهم سابت نشوف مثال آخر بيقول لي تكامل من صفر لباي على ستة جتا السربعة سين ده لسين زائد تكامل من باي على ستة لصفر جاءوا السربعة سين ده لسين ماذا تساوي طبعا احنا عارفين انا عارف انكم تقدروا جبوها عدديا لكن تعال نشوف لو حاولنا نستغل خواص التكامل هو انا دلوقتي ده صفر وده صفر هو انا اقدر اقول بقى يبقى ده تكامل من باي على ستة لباي على ستة لا ليه لان الدلة مش هي الدلة مش نفس الدلة طب هل الحدود زي بعض عشان اقول تكامل المجموعة يساوي مجموعة التكاملات برضو لا طب اقدر اخلي الحدود زي بعض اه انا اقدر ابدل ده بس اعمليه في الاشارة اغير وهي دي الفكرة اللي هنشوف بها السؤال ده عندي هنا تكامل من صفر لباي على ستة جاءوا السربعة سين ده لسين زائد تكامل من باي على ستة لصفر جاءوا السربعة سين ده لسين طيب انا عايز اخلي حدود التكامل ده زي بعض عشان اجمع الاتنين فقلت يبقى تكامل من صفر لباي على ستة جاءوا السربعة سين ده لسين ناقص لا مستر انا هبدل هخليها بدل من باي على ستة لصفر هخليها من صفر لباي على ستة يبقى غيرت الاشارة ودي جاءوا السربعة سين ده لسين وبكده اقدر اقول ان التكامل من صفر لباي على ستة جاءوا السربعة سين ناقص جاءوا السربعة سين ده لسين طب هذا التكامل هعمل فيها بسط ازاي هحلل هذا المقدار فرق بين مربعين اول حاجة جاءة تربيع سين ناقص جاءة تربيع سين وجاءة تربيع سين زائد جاءة تربيع سين فرق بين مربعين الجاءة تربيع زائد جاءة تربيع بواحد طب وجاءة تربيع ناقص جاءة تربيع عرفناها قلناها كتير ايه ده قانون ضعف الزاوية يبقى ده معناها تكامل من صفر لباي على ستة جاءة اتنين سين ده لسين ده أحد قوانين ضعف الزاوية مر علينا كتير جاتا 2 سين قلنا لها 3 أشكال كلهم فيهم سالم يا إما جاتا تربية سين نقص جاتا تربية سين وده اللي أنا استخدمته هنا أو 2 جاتا تربية سين نقص 1 أو 1 نقص 2 جاتا تربية سين هنا استخدمنا ده إن نحول جاتا تربية نقص جاتا تربية إلى جاتا 2 سين يبقى التكامل بتاعي سهل وبالتالي هنا هيبقى نص وتكامل الجاتة جا اتنين سين بس حدود تكامل من صفر لباي على ستة يبقى عندي قد النص برا نعود بباي على ستة اضرب اتنين في باي على ستة تطلع باي على ثلاثة يعني جا ستين ناقص جا سفر طيب يبقى ده نص فيه جا ستين بقالتك جزر ثلاثة على اتنين جا سفر بصفر اذا الاجابة هي جزر ثلاثة على اربعة لاختيار فقرة الف نشوف مثال اخر بيقول لي اذا كانت الف تساوي تكامل قطة تربيع سين من باي على اربعة لتلاثة باي على اربعة وبه هي تكامل زاتة تربيع سين من ثلاثة باي على اربعة الى باي على اربعة فان الف زاد به طبعا انا عارف ان احنا ممكن نجيب ألف لوحدها ونجيب به لوحدها وبعدين نجمع مفيش مشكلة ولكن تعالوا نفكر كده احنا عايزين ألف زائد به فعندي ده تكامل من بايع الاربعة إلى تلاتة بايع الاربعة قطى تربيع السين دلسين زائد به اللي هي من تلاتة بايع الاربعة إلى بايع الاربعة زتا تربيع السين دلسين واحد يقول لي ده كأنه من ألف لجيم زائد من جيم لألف لأ لأن الدلسة مش وحدة طب الحدود لأ برضو طب هنعمل ايه هنبدل الحدود دي ونغير الإشارة فقلنا ده يساوي تكامل من بايع الاربعة تلاتة بايع الاربعة قطى تربيع السين ناقص وبدل ما هي من تلاتة بايع الاربعة لبايع الاربعة لا هبدل حدود التكامل يبقى هنا تلاتة بايع الاربعة ليه هخلي تكامل ده زيدة وتبقى الزطة تربيع سين دلسين وهنا دلسين طيب جينا هنا خدنا قلنا بايع على 4 وتلاتة بايع على 4 وفي ظل قطة تربيع سين ناقص الزطة تربيع سين دلسين من قوانين حساب المسلسات اللي احنا المفروض خلاص لما حلنا كتير سيبت تتقوي معنا احنا عارفين ان واحد زائد الزطة تربيع سين بيسوي قطة تربيع سين طيب انا عايز دلوقتي قطة تربيع ناقص يعني هنقل الزطة هنا يبقى فضل لواحد يسوي قطة تربيع سين ناقص زطة تربيع سين يبقى ما هي قيمة قطة تربيع ناقص زطة تربيع بواحد يعني يا مصر التكامل ده ادي من بايع على 4 لتلاتة بايع على 4 ده السين يعني هو التكامل بسين من بايع على 4 الى 3 بايع على 4 عود بالحد العلوي ناقص السفلي تلاتة باي على اربعة ناقص باي على اربعة ده هيديني باي على اتنين لانه هيديني اتنين باي على اربعة وتبقى اجابتي او اختياري هو فقرة جيم وبكده اخدنا بعض خواص التكامل المحدد ولينا بعد كده لخاء مع التكامل المحدد في تفسيرات هندسية ليه ان شاء الله شكرا